اهلا بكم مشاهدين الى هذا الحوار الخاص الذي نجريه في تونس مع الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في الذكرى الخامسة للثورة التونسية الشيخ راشد الغنوشي اهلا بك الى هذا الحوار عبر قناة الحرة وشكرا لك على الاستطلافاتنا هنا في منزلك في تونس مرحبا بكم الذكرى الخامسة للثورة التونسية التي احتفى بها التونسيون هل ترى انها وضعت عمليا تونس في المسار الصحيح للديمقراطية ام ان دون ذلك عقبات مرحبا بكم في تونس والتحية لمشاهديكم في كل مكان تونس تستشرف الان السنة السادسة بحيث هي الطفل الان يدخل المدرسة يعني ثبتت تونس على تجربتها تونس الهمت المنطقة العربية بثورتها السلمية والهمتها ايضا بانتقالها الديمقراطي السلس فخلافا للثورات التي تعرضت لنكسات ظلت الثورة التونسية تمشي على جسر الانتقال واجهت صعوبات كبيرة واجهت اختارا حد الاشراف على السقوط ولكن التونسيين كما يقول الرئيس الباجي كثير من الاحيان يتصارعون على شافة الهوية ولكنهم لا يسقطون نعم لفضل الله لكن للجسور اعمدة كما تعرف الشيخ الانوشي منها الاقتصاد منها ايضا توفير الشعارات التي طرحتها الثورة الشغل حرية كرامة وطنية وثمت كثيرا من الشباب الذين استمعنا اليهم في الشارع التونسي وصدفناهم ايضا في استيديوهاتنا هنا قالوا ان لديهم ملاحظات كثيرة هل هذه الملاحظات والاعتراضات برأيك قد تهد اعمدة الجسر الذي تحدث عنه تونس ماضية في طريقها نحو تحقيق اهداف ثورتها الشباب محقون في ان الهداف التي رفعتها الثورة خاصة في التشغيل والتنمية لم تتحقق بعد ولكن يذهلون عن ان الثورات لا تحقق اهدافها في بضع سنوات التونسيون في الحقيقة ذكاؤهم بذكائهم اختصروا الوقت ما انجزته ثورات اخرى مثل الثورة الفرنسية في سبعين ثمانين سنة انجزته ثورة تونسية في خمس سنوات الثورة الامريكية نفسها دخلت في حرب أهلية تعرض بحيث تاريخ الثورات ليس هو خط صاعد ابدا وانما يصعد ويتعرج وينتكس ولكن المحصول التونسي محصول وفير بالقياس الى الوقت المحدود خمس سنوات بالقياس الى ان المحيط التونسي ليس مساعدا المحيط التونس العربي ليس مساعدا في هذا الامر وبالتالي فالذكاء التونسي يعني منتوجه يعتبر جيدا خاصة من خلال سياسة التوافق التي انقذت النموذج التونسي حتى اصبح الحديث عن استثناء تونسي بالقياس لانه الاجواء العامة في المنطقة لا تساعد على هذا الانتقال ولكن التونسيين نجحوا في تحقيق التوافق وفي صناعة دستور عظيم وفي تحقيق انجاز انتخابات نزيهة أكثر من مرة وتأثيف البناء الديمقراطي بمؤسسات انتخابية ومؤسسات لمراقبة الاعلام ومؤسسات دستورية كل ذلك يعني ضمن الانتقال الديمقراطي السلس والسلمي نعم لعني اربط كلامك السيد الغنوشي عن التوافق بحديثك الذي انشغل به الاعلام والوسط السياسي ايضا تونسي خلال الايام الاخيرة عن جناحين في مؤتمر حركة نداء تونس تحدثت عن انك تشبه تونس بانها طائر او طير بجناحين هما النهضة ونداء كثيرون ربما رأوا في مثل هذا التصريح مؤشرا سلبيا لاحتمال اقصاء اطراف اخرى ربما حاول رئيس السبسي في كلمته في الذكرى وايضا في حديثه معنا في حوار خاص ان يلطف هذه المسألة بالقول ان لكل حزب جناحيه ولكن يجب ان نتجه الى نطير في اتجاه واحد هل النهضة والنداء يمكن ان يحتكراه السلطة على حساب سائر مكونات المجتمع التونسي نحن نعيش في اتلاف رباعي هذا في اعلى مستوى الحكم وخارج الحكم هناك احزاب كثيرة ولكن الديمقراطية تقترب من النضج كلما افرزت توازن افرزت حزبين كبيرين يتبادلان السلطة ولكن لا يحتكرانها لا يحتكران المشهد السياسي اوسع من ان يحتكره حزبين ولكن نتحدث بالتغليب يعني انه عندما المشهد السياسي لا يبقى موزع بين مئة حزب وانما من بين مئة حزب تظهر كيانات اكبر تلخص الصراع فهذا معنى ذلك ان الديمقراطية تقترب من النضج كلما افرزت كيانات كبيرة متوازنة لم يكن هذا التوازن قائما سنة 12 وسنة 13 كان هناك حزب واحد وحاولوا احزاب صغيرة اليوم نرى حزبين كبيرين وحاولهم احزاب اخرى اقل حجم اثناء وجودنا هنا ايضا طبع تابعنا بعض التصريحات من سياسيين وربما في اوساط اعلامية وانطباعات ربما لدى بعض المواطنين تقول ان الحاكم الفعلي لتونس هو حزب مهضة والبعض يذهب للتحديد ان الشيخ راشد الغنوشي هو الحاكم الفعلي لتونس ما الانطباع الذي تولد لديك حينما تسمع كلاما كهذا هذا كلام لا اقوله مبالغا فيه وانما اقول كلام خاطئ بالتأكيد تونس محكومة بمؤسسات دستورية مركز السلطة اليوم هو في البرلمان لاننا نحن اقرب من نكون الى النظام برلماني وهناك رئيس قوي ويتمتع بسلطة كبيرة وهناك حكومة لا احد يستطيع ان يلغي كل هذا ويقول والله ان احنا حل بن علي ذهب بن علي وجه ذهب بن علي اخر يعني هذا احتقار للشعب التونسي واحتقار للبرلمان وللمؤسسات لا احد اليوم في تونس قادر على ان يفتي في كل شيء وقادر على ان يقبي بكل ما يلانتهى وهذا اهم معنى من معاني الثورة انها انهت الحكم الفردي والى الابد ان شاء الله لا عودة الى الحكم الفردي او الى الدكتاتورية لا عودة الحكم الفردي نحن ماضون الى مزيد من التوزية الان حتى الان وزعنا السلطة بين الرئاسة بين قرطاج والقصبة الحكومة وباردو اي المجلس نحن متجون الى توزيع اخر للسلطة عبر ادارة الحكم المحلي اجراء الحكم المحلي الذي سيكون هذه السنة ان شاء الله فيصبح كل مجموعة تونسية تملك قدر من السلطة عبر الحكم المحلي وبذلك نقضي نهائيا على الحكم الفردي نعم اسمها ثورة الشباب هل سيكون لهم مصيب من السلطة بالتأكيد يعني حتى القانون الانتخابي يفرض كوتا للشباب يعني يفرض انه ان الشباب لابد ان يكونوا ممثلين بعشرين خمسة وعشرين ثلاثين بالمية نحن حريصون على وجود الشباب حتى في مؤتمرنا نحن حريصون على ان تكون هناك كوتا ثابتة للشباب وللمرأة سعود الى المؤتمر بعد قليل لكن في موضوع التوافق الذي تحدثت عنه عن انه بمعنى ما انقض تونس يعني من المتعارف ان خصمين لدودين يمكن ان يتوفق في مرحلة تاريخية معينة لكن من الواضح ايضا ان من تصريحاتك وتصريحات السيد الرئيس رئيس الباجي قائد السبسي ان هناك مرحلة من بين مزدوجين الغزل المتبادل الاشادة المتبادلة ربما يعني كيف يفسر ذلك هل هي رغبات شخصية لدى كليكما وكليكما عايش تجارب تونسية عديدة كيف تفسر ذلك لان جربنا جربنا استراتيجية الصراع بين قوى كبيرة يعني سنة اثناش وثلتاش او شكل بناء التونسي ان ينهار او شكل الانتقال الديموقراطي ان يسقط في تونس بسبب قيام الحكم على اساس الصراع بين السلطة ومعارضة اتشفنا بعد وقت وبثمن غال ان الديموقراطية الناشئة لا يصلح لها حكم 51% لا يصلح ان البيت لا يزال هشا ولا يتسع للصراع بين كتل كبيرة بين كتل حاكمة وكتل معارضة وانما هذا يصلح للديموقراطية المستقرة ما الديموقراطية الناشئة مثل ديموقراطيتنا لا يصلح لها الا حكم التوافق اي ان الاتلافات حكومية واسعة تستقطب 70-80 واكثر من ذلك من القاعدة الشعبية وبالتالي وهذا اكتشفنا بعد التجربة حكم التوافق بعد ان كاد حكم الصراع بين الاغلبية والاقلية بين الحكم المعارضة ان يسقط التجربة جملة كما سقطت في بلاد اخرى نعم في البلاد اخرى ربما ايضا كانت هناك مؤشرات قالت عمليا ان حركة النهضة انتهجت هذا النهج نحو التوافق بسبب تجارب اخرى تحديدا تجربة مصرية تجربة جماعة الاخوان المسلمين في مصر هل كانت تجربتهم انذارا لكم او تلقفتموها على اساس انها يمكن ان تنعكس في تونس فلجأتم الى هذا الخيار التوافقي بالتأكيد مصر بلد كبير ولا يمكن ان يحدث زلزال في مصر دون ان يرجى المنطقة كلها يعني الانقلاب الذي حصل في مصر كان زلزالا في المنطقة واوشكت مضاعفات وان تاتي على التجربة في تونس لو لا انه نحن ان النهضة ادركت الوضع الجديد وقبلت الانسحاب من السلطة مقابل ان وتحيد الحكومة من اجل ان يتمكن التونسيون من الاجتماع الصفي وصناعة دستور مشترك واكتشفنا في الطريق حكم التوافق باثر الزلزال المصرية وقرانا قراءة صحيحة وكان رد فعلنا ايجابيا كان يمكن ان نرد الفعل بانكار ما حصل والمضي في طريق المغالبة ونحن في الحكومة يعني كنا نحكم بوفق انتخابات حرة نزيهة كان يمكن ان نتمسك بالسلطة ولكن كان ذلك سيودي بالتجربة كلها وتنهار هل كانت رغبات اقليمية بان يحصل مع النهضة في فترة لاحقة ما حصل مع الاخوان في مصر سألنا الرئيس سفسي عن ذلك لم يجب بالشكل المباشر قال هناك الكثير من القيل والقال هكذا اقولوا انا ايضا وهكذا نذهب الى هذا الفاصل لا سمحت اعود بعضه لمتابعة هذا الحوار مع الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ومن هنا من تونس نتابع مشاهدين هذا الحوار الخاص من هنا من تونس مع الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الشيخ غنوشي فيما يتعلق بالموضوع المصري لطالما قرأنا تصريحات منسوبة اليك انك مستعد لوساطة وانك تطرح وساطة ما بين النظام الحاكم بين السلطات الرسمية في مصر وجماعة الاخوان المسلمين هل هذا صحيح؟ هل هناك مبادرة محددة في هذا الصياق ام لا؟ كنت ولا زال شديد الألم لما يحدث في مصر من آلام وتضحيات ودماء وصراعات كانت مصر في ظنان عنها لأن ما يحدث في مصر له انعكاساته إيجابية وسلبية على العالم العربي وانعكاسات الوضع المصري الآن سلبية على جملة المنطقة ولذلك نتمنى على هذا القطر الكبير بالتاريخ العريق أن يخرج من حالة التعاكل والأزمة التي يعيشها إلى حالة التصالح ففي مصر هناك قوى حقيقية أصيلة هناك جيش له تاريخ في السياسة وصانع للدولة وهناك أخوان مسلمين حركة عريقة تمتد لحوالي قرن وهناك أقباط وهناك الليبيراليون نحن لا نتصور مصر آمنة مطمئنة مزدهرة مستقرة دون أن تكون كل هذه العناصة جزء من المعادلة أما سياسة الإقصاء فهي لا تزيد إلا مراكمة التضحيات والدماء والألام ولكن لن تلغي الإخوان ولن تلغي الجيش ولن تلغي أقباط ولن تلغي البييراليون هذه قوى حقيقية موجودة في الساحة وأي معادلة لحكم مصر معادلة جديرة بمصر وبتاريخها وبالعصر لابد أن تأخذ بعين الاعتبار كل هذه العناصر ولذلك مضيعة للوقت الاستمرار في الأمل على أن قوة ستلغي غيرها وتحذيفها من المعادلة هذا أمل زائف هل لديكم مبادرة محددة عمل عليها؟ وجربت حكومات مصر لنصف قرن أن تلغي بعض الأطراف ولكنها ففشلت فلماذا تكرار فشل؟ هل لديكم تواصل مع النظام المصري مع السلطات؟ أنا طرحت فكرة وعبرت عن استعداد للمشاركة في أي جهد إصلاحي أو تصالحي في مصر لكن لم أجد التجاوب حتى الآن في متعلق بالمؤتمر المقبل لحركة النهضة ما الأمور التي سيحسمها بشكل موجز لو سمحتها؟ هل سيفصل ما بين الدعوي والسياسي فيها؟ ثم تم تحدث عن تغيير اسم الحركة ما المطروح في هذا المؤتمر؟ هذا مؤتمر مهم لأنه يتناول قضايا تنظيمية حول كيف تسير مؤسسات الحركة وكيف يتخذ القرار كما يتناول قضايا تقييمية تاريخية لتجربتنا واستخلاص الدروس ويتناول قضايا أيضا تتعلق بالمستقبل وكيف نتوافق كيف تتوافق حركتنا مع مخرجات منتجات الثورة ومن منتجات الثورة الدستور الدستور التونسي الجديد الذي كنا من أهم صانعيه باعتبارنا الكتلة الأكبر في البرلمان في المجلس التأسيسي فنحن مطالبون قبل غيرنا نتوافق مع هذا الدستور وهذا الدستور يميز بين ما هو مجتمعي وبين ما هو سياسي فلا يسمح للأحزاب السياسية أن تكون لها نشاطات مجتمعية في الدعوة في النقابة في الثقافة فلا يستطيع الإنسان أن يكون مثلا قياديا في حزب سياسي وهو في الوقت نفسه مثلا مسؤول جمعية ثقافية قيادي في جمعية ثقافية أو قيادي نقابي أو قيادي ستعملون على مواءمة حركتكم بالدستور الذي كنتم من أهم صانعيه كما ذكر نعم وبالتالي فنحن متجهون إلى تمايز في الوظائف صحيح الإسلام نقول نظام شامل للحياة أو فكرته شامل للحياة ولكن يعنيش أن الحزب الذي مرجعيته إسلاميا بغي أن يكون أيضا شاملا يغطي كل مناشط هو حزب مشتغل بالسياسة هو حزب سياسي مرجعيته القيمية مرجعية إسلامية مرجعية حدثية ديمقراطية ولكنه لا يغطي كل مناشط الأخرى وإنما يترك للمجتمع المدني أن يعبر عن نفسه في جمعيات ثقافية وجمعيات رياضية ومؤسسات نقابية ومؤسسات خيرية وكلها تعمل باستقلال قد تخدم نفس الفكرة ولكنها تعمل باستقلال تنظيمي كامل عن الحزب السياسي في الحزب السياسي لن بغي أن يكون قمرا تدور في فلكه كواكب كثيرة شيخ راشد الغنوشي هل حضرتك موقعك في الحزب في الحركة رئيسا لها أيضا سيكون محل بحث قد ترغب ربما في دور مرشد بين وزدوجين هل هذا أمر محسوم أم لا ليس في بنية النهضة منصب اسم المرشد يعني ليس ولكن هل سيكون ولا ينتظر أن يستحدث يعني هذا المنصب ليس موجودا عبر تاريخنا يوجد رئاسة الحركة ستبقى رئيسا الحركة في المؤتمر هذا المؤتمر يقرره يعني هل حركة النهضة قائمة لها تاريخ طويل بلا شك لها نضال طويل أيضا بلا شك ولكن أيضا هل هذا التاريخ مبني على نضالك الشخصي أو وجودك الشخصي على رأسها بمعنى أن لو استقلت من رئاسة الحزب مثلا ورغبت في دور آخر على صعيد تونس ربما يكون هناك اهتزاز داخل الحركة الحركة هذه حركة مؤسسات كنيت على مؤسسات مؤسسات منتخبة وهي صاحبة القرار يعني مهما كان الفرد الزعيم في الحركة مهما كان له تأثيره لكن تأثيره بمدى قدرته على الإقناع بمدى قدرته على إقناع المؤسسات فإذا نجح في إقناع المؤسسات كان القرار معه وإذا فشل في الإقناع فالقرار قرار مؤسسة في كل الأحوال هذا يقودني إلى السؤال هل وجدت صعوبة في إقناع كثيرين من كوادر حركة النهضة بالإقرار في الدستور الذي وصفته بالعظيم الذي قلت أنكم من أهم صنعيه على تعبير حرية الضمير أن الدولة كافلة لحرية الرأي حرية المعتقد وحرية الضمير أيضا وهو تعبير قد يأخذ دلالات من حركة مرجعياتها إسلامية مهمة جدا كثيرا ما وجدت صعوبات يعني لا شك ولكن في النهاية لم يمضي أي قرار إلا وفق المؤسسة إلا ما اقتنعت به المؤسسة فكل قرارات النهضة هي قرارات مؤسسية حتى وإن كانت صعوبات في الأول في الإقناع بها ولكن في النهاية القرار يبقى قرار مؤسسة بما يدل على أن النخبة النهضة في عمومها نخبة متطورة ونخبة منفتحة حتى ولو عرضت في البداية أشياء ولكن في النهاية عندما تتجلى القضية وتبدو أنها قضية فيها مصلحة وأنها قضية أصيلة وأنها قضية يحتاجها الوطن فنخبة النهضة نخبة منفتحة ومعقولة يعني ومتفلسفة بشكل موجز فلسفة تعبير حرية الضمير قبلتم به تجنبا لماذا؟ هذا موجود في كتبنا يعني لو رجعت لكتابي الحرية العامة في الدولة الإسلامية الذي صدر تول طبعة له سنة 93 من القرن الماضي بينما هو وثائقه كتبت فيه قبل عشر سنوات في السجن ستجد دفاع مستميط على حرية الضمير وأن مسألة حرية العقيدة هي أصل الحرية في الإسلام أكبر أساس الحرية حرية الاعتقاد ومئات من الآيات القرآنية تشهد لحرية الاعتقاد لا إكره في الدين لكم دينكم وليا دين بحيث هذا أمر محسوم ملف أساسي شيخ راجد الغنوشي ملف الإرهاب الذي يقول بعض أنه يهدد تونس ويهدد تجربتها أيضا هناك الكثير من الاتهامات لحركة النهضة بأنها سهلت في فترة حكم ترويكا وفي فترة ما بعد الثورة أو تغاطت على الخطاب المتطرف في البلاد عن خطاب دعا إلى الجهاد بينما الزوجين في سوريا انتقال مقاتلين وما إلى ذلك هل رجعتم أنفسكم حيال هذه الاتهامات هذه دعاوة مندرجة ضمن التجاذبات السياسية كل خصم سياسي يحاول أن يرمي خصومه بأبشع النعوت حتى يتحول الضحية إلى جان النهضة هي ضحية الإرهاب ما الذي أخرجنا من الحكم غير العملية الإرهابية قتل زعماء سياسيين ارتكاب جرائم إرهابية التي خرجتنا من الحكم بحيث حكم النهضة هو ضحية العملية الإرهابية التي أفادت خصومنا يعني لو نقول من مستفيد من الجرائم جرائم الإرهاب الذين استفادوا من جرائم الإرهاب هم خصوم النهضة أما النهضوينا فكانوا الضحية الكبيرة وأول من صنف في الحقيقة أنصار الشريعة أنهم حركة إرهابية جمع إرهاب من صنفهم ولكن في البداية كانوا كتهاون معهم هي حكمت النهضة بينما هذه الظاهرة موجودة من عهد بن علي ظاهرة الإرهاب وجدت من عهد بن علي وجدت أيضا في أول حكومة للثورة حكومة سيلباجي كانت هذه الظاهرة موجودة وهؤلاء عقدوا مؤتمرهم في ذلك الوقت ولكن هذه الظاهرة لم تكتشف حقيقتها لم تمارس العنف في عهد الثورة الأول لا في عهد سيلباجي إلا عنف قليل أو في عهد النهضة لكن عندما بدأت تغتال السياسيين وتجمع الأسلحة وتمارس وعنده إذن كشفت تمام المجتمع التونسي والنهضة أقدمت والنهضة هي التي أقدمت حكومة النهضة بزعامة سعلي العريض اللي كان وزير داخلية التي أقدمت على تصنيف أنصار الشريعة لأنهم حركة إرهابية وشنت عليهم الحرب هل استفادت هذه الخطابات للإرهابية؟ هذا نوع من قلب الحقائق يعني في محاولة بائسة لتلبيس النهضة والتلبيس الإسلامي كلهم تلبيسهم جريمة الإرهاب خطر أنصار الشريعة انتفى الآن؟ بينما أؤكد بأن أكبر ضحية للإرهاب الإسلام والإسلاميون انتفى خطر أنصار الشريعة في تقديرك الآن وأرد منك تعليقا أيضا حول الاتهامات لليبيا بين المزدوجين بأنها مصدر الإرهاب استطيع أن نقول ضعف خطره ضعف خطره رغم أنه قام بأعمال هوجاء وأضرت بالاقتصاد التونسي فضلا عن إضرارها بالإسلام الإضرار الشريعة لأن الإسلام بري من هذا التوحش الإسلام رحمة هؤلاء يطرحون إسلاما متوحشا بينما الإسلام هو إسلام النبي صلى الله عليه وسلم إسلام القرآن هو إسلام الرحمة هؤلاء وقف في وجهه من المجتمع التونسي بكل فئاته وبالتالي طبيعة المجتمع التونسي ومجتمع مسالم مجتمع متوازن مجتمع معتدل متسامح وهذه الظاهرة هي ميراث بن علي ليس ميراث الثورة هؤلاء لم تلدهم الثورة هؤلاء ميراث بن علي في الحقيقة ميراث التصحر الديني والتصحر الثقافي والتصحر التنموي هو الذي ولد هذه الظاهرة هذه الظاهرة الإرهاب هي ثمرة لنظام بن علي ونظام صدام ونظام الأسد ونظام مبارك وبالتالي لكي نقضي على الإرهاب ينبغي القضاء على أسبابه اللي هي الدكتاتورية اللي هي ضعف التربية والثقافة والتنمية وبالتالي تونس لأنه تتمتع بالحرية لمستقبل الإرهابي فيها لأن الإرهابي ماذا يريد من أراد من كانت له فكرة فالثورة أخرجت هؤلاء من السجون وقالتهم تفضلوا إذا عندكم أفكار أطرحوا على المجتمع التونسي لكن لأنهم يدركون أن المجتمع التونسي موش مهيئ لهذه الأفكار المتطرفة التجويل السلاح وبالتالي وقف المجتمع التونسي في وجههم ما كان أحد يعرف من حكم محاكمة عادلة ومن حكم محاكمة ظالمة في عهد بن علي ولذلك كان هناك اتفاق في أول الثورة على إفراغ السجون ليبيا لو سمحت تعليق أخير في نهاية هذه الحلقة تتهم أنها مصدر للإرهاب يعني ليس النظام أو الحكومة أو الحكومتين إنما الجغرافيا هل مصدر إرهاب؟ غياب الحكومة المركزية غياب الاستقرار في ليبيا أتاح الفرصة لبؤر إرهابية في سرط وفي سبراطا في غيرها في بنغازي الأخير بوار إرهابية ولذلك من المهم جدا لكي تطمئن ليبيا وتطمئن المنطقة كلها هو لابد من عودة الحكومة المركزية وبالتالي ما تقوم به الأمم المتحدة اليوم من محاولة جادة لاستعادة الحكم المركزي أمر ضروري للسلم في ليبيا والسلم في تونس والسلم في المنطقة تعليق أخير عن علاقات تونسية الأمريكية حدثت تزور من حين إلى آخر واشنطن لندوات ولمراكز أبحاث كيف ترى أفك العلاقة الرسمية تونسية الأمريكية؟ نرحب بالدعم الذي تلقاه الثورة التونسية والحكومة التونسية والانتقال الديمقراطي التونسي من طرف الولايات المتحدة الدعم السياسي والدعم المعنى والدعم الاقتصادي ونتطلع إلى علاقات أمتن مع الولايات المتحدة ونقدر بأن مستوى الدعم حتى الآن مستوى محدود بالقياس إلى أهمية التجربة التونسية كثيرا ما قلنا بأن الاستثمار في الديمقراطية نتائجه أفضل بكثير من الاستثمار في مقاومة الإرهاب نعم لمقاومة الإرهاب ولكن من أفضل الطرق لمقاومة الإرهاب دعم النموذج الديمقراطي التونسي لأن البديل عن داعش هو تونس البديل عن الإسلام المتوحش هو الإسلام الديمقراطي الذي تعيشه تونس شكرا جزيلا لك الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة على هذا الحوار هنا في منزلك في تونس نشكرك مجددا شكرا لكم مشاهدين للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة